وصل رئيس البرازيلي الأسبق لويس الناسيولولا دا سيلفا إلى سجن كوريتيبا جنوب البرازيلي ليبدأ تنفيذ عقوبة بالسجن لأكثر من 12 عاما بتهمة الفساد بحسب مشاهد بثها التلفزيون المحلي وقد وصل رمز اليسار البرازيلي والمرشح الأوفر حظا في الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في اكتوبر المقبل إلى مقر الشرطة الفيدرالية في كوريتيبا على متن مروحية حطت على سطح المبنى وأنهى لولا في وقت سابق سبت حالة رقب عندما أعلن أمام آلاف من مناصري أنه موافق على مذكرة الجلب الصادر في حقه وأنه سيسلم نفسه للقضاء غير أنه جدد القول إنه بريء